السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالعيل حسين ادخلت البلجيكا في الفين وجوج سبعة شهر ستة الفين وجوج جيت البلجيكا باوتوريزازيون ديبلومات تعينت في القنسولية ديال هوبوكن في هونفيرس افكي انكار ديبلوماتيك سبيسيال بقيت على على شارج دو كونسولة لمدة سنوات ومن بعد مني كملت الخدمة ديالي بشيت درت رئيس جمعية المهاجرين بالمغرب العربي في اوروبا كان عاونوا المهاجرين وكان نوجههم للطريق الصحيح وكان بعد المهاجرين كيدروا اللجوء السياسي كانت تعاونوا معهم باش ميدروش اللجوء السياسي كان ورهم بانا راكين انجوليزازيونا بيس ارتكال سعود وكان ورهم واللي عندهم المرض كان قولوا لي راكين عندك واحد الحل ديب واحد دوسي ميديكال تعمروه عن طبيب ودفع المحامد تاخد واحد الكارطة وكان وجه الناس وكان عاونوهم ومن بعد الجمعية دخلت العضو مع بارتي اسلام مني دخلت مع بارتي اسلام خدت مكتب ديال رئيس الفيدرالية بالياج لمدة سنوات ومن بعد ولا تقدمنا الانتخابات الفيدرالية في الياج في 2014 ومن بعد 2014 استقليت من حزب اسلام لان انا كنت ضد الشريعة بغاو يديروا الشريعة الاسلامية في بلجيكا وانا كنت ضد هات الشريعة وخرجت من دا الحزب ودخلت رئيس حزب السلام ماشي اسلام ولكن حزب السلام بروكسلس ادخلت الحزب السلام بروكسلس كرئيس لا والوني ودبا كان دير رئيس حزب السلام في الاولوني وكان امامتون كان دير بورت بارول ديال حزب التربية ولا تقدمت انتخابات في الياج في 2018 اكتوبر هي فاش حكيت لكم باننا ضربوا لي الدار ديالي لسوشياليست لانا لسوشياليست لزوم ما ما باسوغ الاولوني وما باعث ان يتحكم في كل شيء وحرشه دراري ديالى ابناء المساجد ومجرد ما بتدربوا الدار ويندوني حجبوا وسانا لدخلقوا الحمد لله احنا ما نخاف وش نخافه ويم الله سبحانه وتعالى من بعد دخلت في هذا الحزب وبقيت معه الحزب كرئيس لا والوني وقام شكروه بزاف هذه جريدة الأصوات اللي اعطتنا الوقت وتصنطط لنا وتعاونوا معنا نشكرهم ونشكروا المدير ديال الجريدة ونشكروا السيدة رجاء اللي كانت السبب في هذا الاتصال ووالاو نتمنى ومن سيدنا الله ينصره اللي نحن كرئيس جمعية وشوفنا نفايت سيفت رسالة لسيدنا الله ينصره بكان حقيبا عنا يعطيه واحد الكودمال هاد الجالية المغربية الشباب في بلديكا ضع بزاف لعنا ما يتوصل سبعة الاف مغربي في السجون وتوصل سبعين الف مغربي تشيع تولي ايران اللي كتصرف عليهم وكتعطيهم الفلوش شهريا وكتصرف عليهم نحن نغيرو على البلاد ديالنا وكان نبغيو سيدنا الله ينصره ما بغيناش العافية تكون في المغرب ودخل عوتاني من البرا بغينا احنا نكونوا العينين ديال سيدنا والعينين ديالبلدنا نبغيت نطلب من السلطات البلجيكية رئيس الحزب والحزب الس التشاهد انه رئيس الحزب وليiage الأ Bilament في الياج نقول له بورغماستر ويلي ديماير اسمته ويلي ديماير ويشاد كل شي دائما مني كانت نتلاجئ وليم شول عنده ولا نطلبه منه رانديو كي سد البيب لانكي عرفنا في حيز مخر كي سد الباب لا يقدر ما معنا ويجعل البوليس يخدموا خدمة ديالهم والبوليس توم ما منكي يدروا محضر كي كلاسي ومحضر محضر اللي هو تكلاسة تانية كلاسة تالت كلاسة ومني تبغي تدير شي موحامي هنا في الياج يقول لك منكي يسمع ولي ديماير لاننا احنا بلاد الحق القانون منحقنا نطلبه حقنا وانا ما تكونش ظالم ومنحقك تطلب الحق ديالك منكي تدير محامي منكي يسمع ولي ديماير يقول لك ما بغيت يقول لك نوت القسكت عندي واحد القسكت اخرى انا كندير كونسي كومينال معاه منكي نحامي عليك منكي نحامي اذا ستحكم بالبطل مدى ما نفضت لكي تحمي عليها لانه عندك قسكتة مع الرئيس الحزب ورئيس الحزب هو شاف ديال بوليس ورئيس الحزب هو اسميتو والبوليس مغادش قدوا يفوتوا الرئيس الحزب المحاميين كلهم محاميين تقبل اغلبية وما عندهم شاب بوات في الحزب لانه عندنا نتزعو لانه عندنا نتزعو لانه عندنا نتزعو المحاميين يقول لك او نوت القسكت عندنا شاب اخرى ما نقضروا انت في المحكامة المحامي تحكم بما انزل الله تحكم بذلك القانون لانه عندنا هل تحكم بي ان الدار ديالي يدربوها لانه سخف الباب الدربوا بالقراءة وتدربوا بسميتو كان كاميرا قدام الباب عندي قدام واحد كاميرا قدام الدار عندي مشاب صنع المغاربة يمكن ان تحرم لغاية البلجيكيين لا تدربه بلجيكي ولا تدرب مغاربي كاميرا مكانك قدام قدام الاحدى اخراء من مكان قدش باكم لان كاميرا تربوها تقريباً خمسات لمرات اربعات يلا تضرب و تضرب الكاميرا ما تشوف ما تشوفش ما شافتش كل يضرب بلد ابا كانت سنناه الامن و كانت سنناه كيبالي يادك الشي مغامض ما وروا محضر ما حاضر كلات كلاسات و كان الملك ساد كلشي البوليس ما يقدوش يهدرو لان منك يكون رئيس ديالهم ورئيس الحزب والسوسياليست و ما يشدين كلشي ما عندك مدير و كانت طلبوا من السلطات و ما يحرقوا خائم حضر واحد و تقدمنا الوزارة الخارجية بوحد الرسالة باسم الجمعية أسوسياشون ايمانيتر ايدو ميغرون اوغوب مغريب رئيس بالعيل حسين بالياج تقدمنا ما عندناش الجواب ديال السافير و لكن عندنا الجواب ديال الوزارة الخارجية أطل الله و عمره و سيفتنا برال سيدنا الليينسرو ما عندناش لا على غيبونس ماذا كانت سنناه الجواب باش سيدنا توصلوا هاد المعلومات ديال القونسولية ديال الياج من الشيخ حسين التوري ولا ما كي عرض ش على الناس اللي هما يتعاونوا مع البلاد دياله لطيف اللي هما بحلوا اللي هم مرسمين في القونسول الناس 40 عام لم يكن يعرضوا عليهم وخلوه الناس تشيعت شباب تشيعت وخلوه الناس مشاء للحبس هذا الكنسول لم يكن في المغربة ولمشاكل لهم ولم يكن مدار بحث على هذا التشييع احنا بغينا نعرف هذا القناة السيلا اشنا هو الوغول لهم لان سيدنا اللي انشرو سيفتم يخدم وما سيفتمش يلعبوه وبغينا اعود ثاني هاد المخيام ديال الجالية المغربية هلاش يعطوه غير نفس الناس ببق صاحبي يعطوه غير الفامي ديال الجواماء والفامي ديال الناس اللي كيخدموا معاهم في السفرة ويعطوه نفس الناس اللي كيخدوه داك اللي كيستفدوه من المخيام نفس الناس ما كيغوطوش على الناس اللي هم مساكن ما عارفين شعال المخيام ما ينطأوا نughtاف غير الفائدة يوضع millimeter ويريد انستفدوه من المخيام نفس الناس اللي كيستفدو من المخيام نفس الناس والناس اللي كيستفدو من العراض اللي لعيد الاستقلال وعيد الشباب وعيد المسيرة نفس الناس انا عندي تصور من الناس اللي كيتعرضو منصورهم نفس الناس كيتعرضوه تواصلهم من الوصعربعين سنة هاد المناس شرفوا بالعراضة ومزاحنا يوضعهم انا بغيت نشوف شبب ونس ونشوف هاد العيالة المساكل لكي اننا عودتاني بلاوراق يمشوا يشوفوهم مساكن و بغيت واحد الدورة المغاربة اللي كي مرضو في المجتشفيات تاوما يدروا ليموا حد نظرة يطلوا عليهم ويزوروهم وبغيت اعود تاني نظرة والنظرة الاخيرة اللي عنها نكررها وهي التشييع قصدروري سيدنا يلفت واحد النظرة يلفت واحد النظرة ويشوف القضية ديال التشييع واننا احنا نقوله على ستشيعه وما يدنا ستشيعه وما يدقوني ما يدبيتهم بشو تشيعه يأكلوك يشربوك يسكنوه ومنك يمشوا للجامعة يخليهم يأدنوه يخليهم يصلليه هنا منك يمشوا للجامعة عند جوامع ديالنا اغلبية الجوامع ما يقليك تأدن وما يعتقش للوقت وما يعونوك شما يعتقش تاكدما ما غادش يعونوك بشي حاجة ولكن يعتقر لبا منك يمشوا الايران دبا يلقوا هاد التغرة هاد قوات الحفرة ديال ما اعطوه قيمة قيمة لا اعطوه قيمة لا اعطوه القيمة باش تشدوك تشدوك سميت فلدوك للناس اللي هما وتخدم بهم يقدو سيفتهم العراق يقدو يسيفتهم السوريا يقدو ما اعطوه ما غير سيفتهم انا بغينا ولادنا نكونوا نحضوهم احنا وولادنا نحضوهم احنا ويكونوا ديالنا ونطلب من القنصلية تبقى تعطيك باسبورات لدوك للسون بابي باش نعرفهم شكون لعننا الناس كتموتش وكالي كي حرقوه تبقى معنا نحن القنصولية تبقى على الناس يعطيهم بواحد الحل سيدنا يديرواوا الحل يعطوه الناس الباسبورات اللي بالوراق ببقوشوا يقولون مسيرووا يجيبوا الادرسة منين واحد غيجيب الادرسة هو بلاوراق ومنين يصيب ليش واحد الادرسة يقولوا ليه راق صوبتي ليه غيبشي الحبس وهذا السيد الذي ستجعله بالأوراق ضروري يمشي تشيع ومافيا ومافيا يمشي السورية أين سوف يبقى يدوره؟ سوف تحيدوا لي لا تعطوه الباسبورت لا تعطوه كود ما يمشي للجميع يجروا عليه يجيب الادرساء سوف يقلم السكن على الاشتشيع جزاكم الله خيرا وسلام عليكم وشكرا جريدة أصوات وجزاهم الله خيرا ونقول لكم بسلام عليكم والله يعونكم